السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا وحمد علالي وصحبه أجمعين رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم الصحة والسلامة والإيمان والتقوى إن شاء الله والرزق عندي هنا أغنى أتبع معي أدريكم واحد الفيديو عندي أغنى أغنى بطاة مسلقة غسلتها ووصلقتها بالقاشر دعلها بيش أ سبحانه يافين الروح شهر ثلاثق في الفصل الرابيع المهمة سصلك معكم صافي عندي المهمة هم المطاطق غسلتها وصلقتها بشوية الملحة والماء صافي مبغيتش نقطع ان ننشط نقشرها عدا نقطع عدا نسلقها هكا كسبقا ناشفا مو بعد ما غنقشرها هاتين نتلاقع صافي بعد ما قشرت البطاطا انا طحنتها في هذا الهاشوار او مطحانة كهربائية المهم اللي عندكم كل هذه اليداوية ماشي مشكل استعليها بيضاء وهنا اللي بغاك يدير شوية ديال الفورس التقيق ولا شوية ديال شابيوغ ومن اللي بغيتو ديروه بيش بقال بطاطا شا ندرسها غادي ندير هنا بيضاء عندي هنا بطاطا مطحونة غادي ندير بيضاء غادي ندير بيضاء غادي نشي ديال قصبورو عندنو ساوا اللي بغايدير تشومة غايدير ها ركا جيزوينة غادي ندير غادي نشي ديال الحامض غادي ندير توابين غادي نغاية شوية ديال الملحه وشوية ديال اللي بزار من تفرطت عندي الحريصة سأقوم بجانبه مچه الكامولي لا تقوم بجانبه لا تدرك سأقوم بجانبه سأخلط المكونات تحميل تحميل الفوفو من يمكن سأخلط هه المكونات سأخبر انا سوف اعجب انها من قوينات بسيئة انتو مصحا الله اشوفوا البطاطا كيف تجبد عندما يتصدقون أن يتجبون أن يترمنونون بتجميع حصول البرمج Here is another one Who is the best كي يسولي بتطالدي ايضا سا فيان خلطة المكونات بزيار ايضا سوف نشكلها خبيزات صغارين ونشكلها خبيزات صغارين ونحطها في الطحين او الطحين حداية كما قلت لكم درو فعشو ديال الطحين باش تجيكم متفرتش في الزيت هادي ده بحل طريقة ديالبيني يعني البيني ديال البطاطا سوف نحطهم في الزيت سخونة سوف نصور معاكم ما زل حيث اه هذا اوجه الدين اللي واصلة ليا الكاميرا اه 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 لا اه اند Lex نحن نقص عليهم البوطة نحن نجمعون ريوزهم بعدها لنقلبهم لنقلبها لنقلبها بشوية لن تفرتوش البطاطة الشيشة لنقلبها لنقلبها مهم نقلبهم بحضر بشوية تجمعون ريوزهم في الزيت لأن نقص عليهم مهم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة